الجهاز العصبي في السهيم تتميز الرأس حبليات بوجود الحبل العصبي المجوف الممتد على طول الظهر والذي يوجد به قناة مركزية تنتفخ في الأمام مكونة حوصلة المخ أما بقية الحبل العصبي فيسمى الحبل الشوكي يوجد على جانبي الرأس زوجان من الأعصاب المخية تخرج من المخ الزوج الأول من الأعصاب يسمى الأعصاب النهاية ويخرج في النهاية الأمامية للمخ أما الزوج الثاني من الأعصاب فيسمى الزوج الثاني المخي ويخرج من السطح الظهري للمخ يخرج من الحبل الشوكي عدد كبير من الأعصاب الشوكية المزدوجة وهي متبادلة وتماثل القطع العضلية في العدد وهي تخرج على جانب الحبل الشوكي من جزئيه الظهري والبطني يخرج العصب الظهري بواسطة جذر واحد ويغذي الجلد والعضلات العرضية الممتدة في جدار الأمعاء وجدار البهو لهذا يعتبر حساسا ومحركا في وقت واحد أي حسي حركي بينما يخرج العصب البطني بواسطة عدة جذور ويذهب إلى القطع العضلية ولهذا فهو محرك فقط هذا بالإضافة إلى الخلايا الحسية المتمثلة فيه وجود بقعة عينية في الجزء الأمامي من المخ وهي عبارة عن خلايا صبغية حساسة للضوء وكذلك بقع عينية بدائية على الجانب البطني للجزء الأمامي للحبل الشوكي كما توجد حفرة شمية على الجانب الأيسر للجزء الأمامي للجسم ترجمة نانسي قنقر